بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط درسنا اليوم يونيس 7 الظروف الظروف بالامتحان الوزاري تيجي على شكل اختيارات أهمها في الموضوع أنه تعرف ترتيب الظروف كيف يكون في الجملة عندنا ظرف الحال ظروف المكان وآدفر بز أوف تايم أدفر بز أوف فريقونسي أدفر بز أوف ديقري نحن ليهمنا هذه الثلاثة ظروف الأولى مانا، بليس، تاني لذلك ظرف الحال، مكان، ثمان أولاً ظرف الحال اليوم المانع وغالباً ما يكون بإضافة الواي لنهاية الصفة يعني عندنا صفة أغلب الأحيانة ذا نضيف لها الواي تتحول إلى ظروف حال مثل ضفنا لها الواي حتى تصير ظروف حال بس لاحظ عندنا بس صير يعني لا يجي واحد يقول نسويها خطأ ثانياً ظرف المكان البلايس ومكانه بعد الفعل أو المفعول به بيت، مدرسة، هنا، هناك، إلى آخره هذا كله يعتبر ظروف مكان يعني تقول بيت، مكان يعني، مدرسة أو تقول هنا، here أو there garden، هذه كلها ظروف مكان ظرف الزمان، time، مثل few minutes, early day, last day, now, tomorrow, yesterday يعني هذه كلها ظروف زمان الخلاصة ينطيك جملة بيها ثلاثة ظروف لاحظوا إياه جملة ينطيك إياها بيها ثلاثة ظروف أو اثنين وإنت لازم ترتبهن بالترتيب الصحيح حال، مكان، زمان يعني إذا نطيك جملة بيها حال ومكان وزمان شلون أرتبهن حسب هذا الترتيب حال، مكان، زمان نجمع هاي الحروف حتى تتكون كلمة حمزة الحاء يعني حال الميم يعني مكان والزاي يعني زمان حال اللي قلنا عليها ينتهي بألواي مكان اللي قلنا عليها سكول ستريت هاوسبيتال هير ذير وزمان اللي قلنا تمورو ناو يسترداد مثال ناوبر وان علي دد فراغ قمنطيني ويل يسترداد ان ذا اكزام او ان ذا اكزام ويل يسترداد او ويل ان ذا اكزام يسترداد هادا جايبي وزاري الفين وسبعة عشر وزاري الفين وسبعة عشر بس انت عزيز الطالب بامكانك انه تختار الجواب الصحيح حسب هاي القاعدة اللي قلناها حمزة لازم نشوف ظرف الحال وين وورا يجيني ظرف المكان حال مكان زمان ظرف الحال بهذه الاختيارات الثلاثة هو ويل طي عدنا ويل هنا وعدنا ويل هنا اذا اختياري راح يكون يا اما اختيار الاول او الاختيار الاخير بعدني ما متأكد القاعدة تقول حال يجيني وراء مكان هنا انا الحال ويل يجاني وراء يسترداد يسترداد مكان لا استاذ يسترداد زمان اذا هذه خلاف القاعدة القاعدة تقول حال يجيني وراء مكان اروح على الاختيار الاخير حال مكان زمان حال مكان زمان واضح اخواني يعني ما بها صعوبة حال بالبداية زمان بالنهاية هذا العفو حال بالبداية زمان بالنهاية انتهى الامر 2 ما زندروف فراغ carefully yesterday in the trip حسا واحد يقول انا شمدريني هذي شنو وين الحال وين المكان وين الزمان حسا نبين yesterday يعني شنو yesterday زمان carefully تنتهيب ال y قلنا جماعة ال y شنو ظرف الحال وغالبا ما ينتهي بال y ظرف الحال هذا carefully ظرف الحال اذا ندور على الاختيار اللي يكون به حال مكان زمان هذا وزاري 2018 جايبي وزاري 2018 اختياري طبعا الاختيار الاخير حال مكان زمان ظرف الزمان نوعين محددة definite وغير محددة indefinite المحددة مثل yesterday محددها البارحة time الآن last day last week last minute BEFORE AFTER هو موقعها في الجملة أما بداية بالبداية أو بالنهاية لا AFTER SCHOOL I HELP MY FATHER يعني بعد المدرسة أنا أساعد والدي خلينا نظرف الظرف الزمان بالبداية يرهم يصير ونقدر نقول I HELP MY FATHER AFTER SCHOOL ونقدر نقول أنا أساعد والدي بعد المدرسة مثال Yesterday البارحة IT RAINED HEAVILY مطرت بغزارة ونقدر نقول مطرت بغزارة البارحة IT RAINED HEAVILY YESTERDAY ظروف الزمان الغير محددة مثل SOMETIMES وعض الأحيان OFEN USUALLY ALWAYS ويكون موقعها قبل الفعل الفعل الرئيسي مثل I SOMETIMES GO طاني الفعل الرئيسي قبلها SOMETIMES I SOMETIMES GO يعني ما يصير أقول I GO SOMETIMES لا I USUALLY WALK TO SCHOOL لاحظ USUALLY اجت قبل الفعل الرئيسي يعني ما يصير يقول I WALK USUALLY لا I USUALLY WALK TO SCHOOL الموضوع بسيط إرادة ورقة وقلم تقعد تحفظ النقاط هذه كل وحدة وأمثلتها وتحاول تتمرن على هذه الأمثلة إذا عندك أسئلة وزارية قديمة سابقة حاول تبحث عن موضوع الـ Adverbs وتحله درس اليوم سهل ما في صعوبة ألتقيكم بدرس آخر إن شاء الله في الأيام القادمة في أمان الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر